موسيقى مساء الخير مشاهدنا الكرام وهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية من صحيفة عكاظ التي علمت أن دائرة الادعاء العام ستنتهي في غضون ياسابيع من تحرير لوائح الاتهام في حادثة سقوط رافعة مشروع توسعة المسجد الحرام بعدما أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيقات مع 88 مهندسا ومسؤولا في شركة بل لادن التي تتولى المشروع فيما أوضح المحامي ماجد جاروب الأهمية البالغة لمعرفة أدق التفاصيل في حادثة رافعة الحرم حال استكمال التحقيقات كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفق إجراءات وقواعد العدلة وللحديث أكثر عن أبرز وجاء في صحفتنا المحلية لهذا اليوم أرحب بضيفي في الستيديو الإعلامي عبد الرحمن المرشد حياك الله عبد الرحمن أهلا السلام موجود معكم يطيك العاشر الله يسه كذلك ينضب معي من جدة الإعلامي ماجد الكناني حياك الله ماجد لو سهلا حياك الله سعيدين بتواجدك معنا سهلا طيب خليني مباشرة أبدأ معك عبد الرحمن عن هذه القضية قضية رافعة الحرم كان هناك أخبار سابقة عنها في أيام سابقة اليوم كيف رأيت ما قدمته صحيفة عكاظ في هذا الملف طبعا شكل الخبر جيد وطبعا أنا زي ما قلت لك أنه أهم هي الجديد ما هو الخبر الخبر طبعا معروف لكن الجديد ما وراء الخبر ما وراء الخبر اللي هو طبعا انتهاء التحقيقات لقاءات مع بعض المحامين المهتمين بالقضية وطبعا شكل الخبر زي ما قلت لك جيد لأنه اعتمد على مصادر خاصة دعمت الخبر للصحيفة وهذا أهم شيء حاليا يعني هذا حقيقة الأشياء اللي تتفوق فيها الصحف الورقية عن الصحف الالكترونية اللي هو الاعتماد على مصادر خاصة لابد نحن الآن عشان نتفوق علشان نتميز عن الخبر في الإعلام الجديد لابد يكون كل صحيفة مصادرها الخاصة طبعا هذا بالنسبة لشكل الخبر الجديد بالنسبة للخبر بشكل عام طبعا الخبر الآن يعني أقدر أقول لك أنه انطفى انطفى ليش لأنه طول فترة التحقيق يعني الآن من فترة سقوط الرافعة إلى الآن يبدو لي أنه مر فترة طويلة فالناس تشبعوا من الكلام تشبعوا وش اللي تم الناس تبغى تشوف يعني وش النتائج الآن هذا حقيقة من الأسباب اللي تخلي حقيقة الخبر أنه قليل جدا عدد الصحف اللي تهتم فيه حقيقة من الأشياء اللي المتميزة حقيقة في الخبر اللي ذكرها الخبر اللي هو حقيقة أنه حصول المتهمين على محاكم عادلة يعني حقيقة وهذا يدل حقيقة على أنه القضاء السعودي عادل نزيه نعم يعطي حقيقة المتهم في أي قضية حقوقه تمر حقيقة القضية بالعديد حقيقة من الأمور حتى تصل إلى حقيقة الحكم النهائي ما شاهدنا أو ما قرأته في الخبر بصراحة أنه المتهمين يعطوا جميع حقوقهم أنه سواء محامين سواء حقيقة مرافعات سواء ادعاء سواء نفي سواء جميع ما يتعلق بهذه الأمور وهذا حقيقة شيء جيد جميل عبد الرحمن قبل شون أنت تتحدث عن المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة في كتابة هذه المادة كيف تصف هذه المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة وكذلك تحليل هذه المعلومات وتقديمها للقارئ البسيط طبعا أنا أتكلم لك كصحفي يعني سنوات كثيرة اشتغلت في الصحافة يعني طبعا حقيقة شوف يعني بالذات الآن في ظل وجود الإعلام الإلكتروني الآن الخبر أو ما يسمى خبر العلاقات العامة يعني ممكن مثلا الجهة المسؤولة أي وزارة تبث خبر علاقات عامة للصحف للصحف الإلكتروني الصحف الإلكترونية الآن مثلا وبث الخبر الآن الصحف الإلكترونية بعد ساعة تلقى موجود لكن بالنسبة للصحف الأورقية لما أجي بكرة ألقى نفس الخبر موجود بدون أي تدعيم بدون البحث عما وراء الخبر يعني لابد الصحيفة الورقية الآن تبحث عن مصادرها الخاصة وهذا حقيقة المفترض الآن أنه يتم فالآن تميز الصحف الورقية بالتصريح الخاص بالحوار الخاص بالتحقيق الخاص هذا هو التمييز وهذا حقيقة اللي عملته يعني صحيفة عكاظ وهذا حقيقة يهدل على مهنية جيدة من قبل الصحيفة خلينا نروح الماجد في جدة ماجد يعني عنوان رافعة الحرم أخذ فترة طويلة يتصدر بعض الصحف المحلية لدينا القارئ عندما يرى هذا العنوان يريد أن يعرف النتائج يريد أن يعرف الخلفية لهذا الخبر لكن ما زلنا نرى تطور المتابعات الصحفية لهذه الحادثة لماذا برأيك تحتاج مثل هذه المواضيع إلى متابعة صحفية بسم الله الرحمن الرحيم أولا هذه قضية مهمة جدا وكبيرة من عدة نواحي أولا هي تتعلق بالمملكة العربية السعودية بحكم أنها التي تقوم على الحج هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنها حدثت في حدث عالمي وإسلامي مهم جدا وهو الحج ثالثا النتيجة التي وصلت إليها 107 حالات وفاة و130 طبعا المتابعة كانت من لحظة وقوع هذه الكارثة في الحرام وتمت متابعتها من وسائل الإعلام خارجية في أجنبية يعني بشكل أكبر ربما من المحلية إذن هذه القضية قضية مهمة وهي محل متابعة الصحف المحلية والعالمية وستظل حتى يتم انتهاء وإعلان نتائج تحقيقاتها هذا الخبر أخي العزيز طبعا هذه ليست نتائج هذه لازالت متابعات للتحقيقات إلى الآن لم نصل إلى مرحلة النتائج ربما تطول وربما تأخذ وقت أطول بكثير مما يعتقد الكثيرين لأنها تتعلق بتحقيقات فنية بتحقيقات جنائية هناك يعني الكثير من الأشخاص الذين متورطين أو لهم علاقة أو متهمين كما قال المحامية قاروب في هذه القضية لا زالوا متهمين فكثير من المتهمين في هذه القضية طبعا من المهم جدا فصل التهم الآن القضية لو لاحظنا خلال الشهور الماضية تذهب وتعود من الإدعاء العام إلى جهات أخرى وتدور لماذا؟ لأن هناك أولا تحديد التهم ثم فصلها أمامك ثمانية وثمانين شخص تم التحقيق معهم وتوجيه تهم لهم ما هي هذه التهم؟ يجب فصلها الإهمال ربما أيضا هناك جزئيات تتحملها الأجواء كما تعلم أن الأجواء التي حدثت فيها ووقع فيها سقوط الرافعة كانت أجواء سيئة وهناك ربما جهات عالمية إعلامية وأخرى رصدية متعلقة بالأرصاد أنصفت السعودية والشركة أيضا في هذا الجانب وأن حملت الأجواء جزء من المسؤولية وبالتالي لا بد من اكتمال ملف التحقيقات بالكامل وبعد ذلك إحالته إلى القضاء جميل لكن خلينا أسألك عن هذه المادة يعني هل تميز المحرر في طريقة تسلسل المادة ما ورد فيها كذلك من تفاصيل أم أن أسلوب الاستعراض لهذه المادة كان تقليديا أعتقد أن صحيفة عكاط بالذات تميزت في هذه المادة لسبب بسيط أنها هي الوحيدة التي تعمل على متابعتها في الشهور الماضية رأينا أن عكاط أيضا كانت مستمرة في المتابعة المادة وفرت معلومات عن عدد حتى صفحات المحضر تتحدث عن 1700 صفحة للتحقيقات تتحدث عن 88 مسؤول هذه معلومات يعني لاحظ ليست فقط توقعات أو تحليلات صحفية هذه معلومات 1700 صفحة 88 مسؤول تم التحقيق معهم وسيوجه لهم اتهام 21 تهمة تم تحديدها وتنويعها تقريبا إلى ثلاثة أو أربع تهم ميزة هذه المادة أنها حملت معلومات أكثر من تكاهنات جميل يا ماجد إذن نغلق ملف صحيفة عكاد وننتقل إلى ملف آخر من صحيفة الوطن وخبر بعنوان مليون تأشيرة لعشر شركات استقدام حيث وشارت إلى معاناة العديد من المشاريع في السوق السعودي من شحن في العمالة المهنية خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنحت وزارة العمل مليون تأشيرة لعشر شركات استقدام لكل شركة 100 ألف تأشيرة بغرض تأجير العمالة الخاصة بتلك التأشيرات للغير أو نقل خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة وبزيادة لا تقل عن 30% لصالح شركات الاستقدام مباشرة معك عبد الرحمن ملف الاستقدام ملف شائك ملف متواجد شبه يوميا في صحافتنا هذه المشكلة لم تحل إلى الآن كل يوم نجد هناك تعقيدات لهذا الملف دخول شركات جديدة دخول شركات حتى من خارج المملكة كان هناك كلام حول هذا الموضوع في اليومين السابقين لكن كيف وجدت تناول صحيفة الوطن لهذا الملف؟ طبعا تناول صحيفة الوطن للموضوع تناول أنا أعتقد أنه عادي ويمكن أقل من عادي حقيقة طبعا طبعا طلعت الموضوع لا يوجد مصادر خاصة للصحيفة وطبعا أنا ما ألوم حقيقة أن الصحيفة الصحيفة كما ذكروا طبعا في الخبر حاولوا الاتصال بمسؤولي مزارة العمل ويبدو لي أنه ممتنع عن الرد وهذا حقيقة من الإشكاليات التي تجدها الصحف أنه امتناع المسؤولين يعني شوف يقول لك حاولت صحيفة الوطن التواصل مع المدينة العمل ببركز الإعلام وزيرة العمل للإجابة على بعض التساؤلات عن الآلية التي تم من خلال اختيار عشر شركات ومنحها التأشيرات دون غيرها إلا أنها قوبلت بالتجاهل نعم التجاهل كيف تتعامل معها طبعا نحن نشوف أنا زي ما قلت لك الآن يا سيد سعد أنا سبق كتبت عمومة مقالات كثيرة عن الاستقدام سواء من خلال مقالاتي في صحيفة سابقة أو جريدت اليوم وهذه من الإشكاليات حقيقة التي تواجهها الصحافة أنه لما تجد قضية تجد الصحيفة مثلا تتواصل مع المسؤولين في المعنيين بالحدث ما حد يرد ما حد يتجاوب إطلاقا ممكن أحيانا يعطيك موعد يقول لك خلاص تواصل معي بعد ساعة ساعتين الطبعة حتنزل الخبر ينتظر الطبعة حتمشي ما حد يتواصل معك وهذه حقيقة من الإشكاليات وأنا ما قلوم الصحف حقيقة العادة المتبع أنه إذا والله الصحيفة حاولت الاتصال ولم يتم التجاوب يتم التنوية لها كما هو حاصل حقيقة في الصحيفة أنه والله حاولنا الاتصال لم يوجد التجاوب هذا بالنسبة للموضوع الشكل الخبر في الصحيفة لكن موضوع الاستقدام بشكل عام أن حقيقة أضم تساؤل لتساؤل صحيفة الوطن لماذا هذه العشر شركات بالتحديد لماذا عشر شركات معينة هي من يتم اعطاها التأشير هذه نقطة النقطة الثانية حقيقة اللي أنا أول مرة أدري عنها من الخبر اللي هي موضوع العمالة في جميع القطاعات أنا كنت أعتقد أن الشركات هذه العمالة المنزلية والسائقين لكن الآن اكتشفنا لا أنه بإمكان حقيقة أي شركة مثلا شركة متوسطة شركة صغيرة أنها تأخذ عن طريق الشركات هذه هذه حقيقة سيضيف أعباء يعني مثلا أنا عندي شركة مقاولات على الشركات الصغيرة أي نعم طبعا الشركات الصغيرة هذه إذا أضفت عليها من هي تحملها؟ هي تحملها المواطن يعني أنا لما أجيبني منزل مثلا وهو أخذ العمالة بسعر غالي السعر الغالي هذا حيتحمل المواطن مثلا إذا جيت تبني منزل إذا جيتها مثلا تعمل أي شروع إذا تجعله حل غير حل حقيقة غير مقنع أنا أتمنى حقيقة أنه يتم الاكتفاء فيما يتعلق بالتأشيرات هذه الشركات المسبقة هذه أنه يتم التعاون معهم من خلال العمالة المنزلية فقط أما من خلال حقيقة الشركات المتوسطة والصغيرة أبد ممكن الاتجاه عن طريق وزارة العمل مباشرة والحصول على التأشيرات مباشرة من هناك جميل عبد الرحمن خلني أروح الماجد في جدة ماجد يعني هل يسهم هذا الإجراء في حل مشاكل العديد من المشاريع في السوق السعودي التي تعاني من شح في العمالة المهنية أم أنه سيزيد من العمالة السائبة هو بالتأكيد أنه سيسهم في حل مشاكل في مجال الأعمال الفنية وخلافه يعني وعملية اختيار العاملين لكن سيرحل المشكلة إلى مكان آخر يعني الشركات المتوسطة والصغيرة وحتى الكبيرة التي ستعاطى أو ستتعامل مع هذه الشركات ستتكبد خسائر كبيرة أولا كم سيكون تكلفة هذه العمالة؟ بالتأكيد أن هذه الشركات ستتقاضى مبالغ كبيرة جدا آلية آلية تعامل معهم الخبر لم يذكر كل هذه التفاصيل لكن أعتقد بشكل كبير جدا أو بشكل جازم أن المشكلة ستترحل وخاصة للمنشآت الصغيرة وستتضرر أضرار بالغة من هذا الأجراء إذن تشوف أن هذا الحل الذي طرح يعني لن يقدم جديد أو لن يحل المشكلة أرى أن يكون أولا حل شفاف يعني عندما خبر بهذا الشكل أو عندما تعلن إنشاء عشر شركات يجب أن تعلن جميع تبعات هذا الموضوع كم سيكون فائدة الأضرار النتائج تكون مولين بكامل تفاصيل هذا الموضوع أنت كوزارة عمل أن تراعي أيضا مشكلة المنشآت الصغيرة بالذات ربما كما قلت لك سيحل المشكلة لكن سيرحلها إلى اتجاه آخر وسنبحث بعد فترة حل المشكلة الأخرى هذه جميل إذن نوجه الدعوة للزملاء في صحيفة الوطن أن يتابعوا خلف هذا الخبر يقوموا بعمل تحقيقات أو بتقديم مادة ربما تساهم في حل هذه المشكلة بكل تأكيد إذن مشاهدنا الكرام نغلق هذا الملف وننتقل إلى ملف آخر من صحيفة الحياة التي أشارت إلى دعوة عدد من الكتاب والصحفيين إلى ضرورة وجود هامش حرية كبير يستطيع الكاتب من خلال معالجة القضايا من دون تشديد في الرقابة وطالبوا في حديثهم إلى الحياة بإيجاد تشريعات وقوانين أكثر وضوح للكاتب وبينما أكد الكاتب فاضل العماني وجود هامش من الحرية حاليا إلا أنه أفاد بأنه دون المستوى المأمول وأن هامش الحرية لدى الكتاب يختلف من صحيفة إلى أخرى هل تذهب مع مقالة فاضل العماني في تعليق على موضوع هامش الحرية في كتابة المقالات في الصحف؟ طبعا إذا سمحتك في البداية أنا أتحدث عن شكل الخبر بعدين نسل في تفاصيل؟ بالنسبة لشكل الخبر في الصحيفة جدا ممتاز وطبعا هذا يندرج تحت باب التحقيقات التحقيقات طبعا عادة هذه من الأشياء أو من المواضيع التي تتميز فيها الصحيفة الورقية حاليا فالتحقيق، التصريح، الحوار هذه من الأشياء الخاصة فمن الطبيعي أنه يكون شكله شكله في الصحيفة جدا ممتاز وهذا حقيقة ما أعطته الصحيفة للخبر أعطته حقيقة مساحة جدا ممتازة بالنسبة لهامش الحرية أنا أقولك زي ما تفضلت من نسبة للكاتب فاضل عماني حقيقة كلامه جدا ممتاز أنا أعتقد أنه فيهامش حرية أفضل من السابق حقيقة لم نصل إلى ما نريد طبعا بالتأكيد لكن يظل جيد مقارنة حقيقة بالفترة السابقة وهامش الحرية حقيقة هذا ليس موجود حقيقة في الصحافة الورقية أو الإلكترونية فقط إنما أيضا في الإعلام المرأي الإعلام المرأي الآن ما شاء الله برضو يتمتع بهامش حرية جدا ممتاز وحقيقة من ضمنها إذا كنا نشيد حقيقة الشيء بالشيء يذكر نتحدث حقيقة عن قناتكم حقيقة قناة الخبارية من قنوات حقيقة المتميزة التي حقيقة أعطيت مساحة جدا ممتازة وهامش حرية للمتحدثين أفضل من السابق بمراحل كثيرة حقيقة جميل خلني نروح الماجد ماجد يعني هل تتفق مع ما طالب به الكتاب في هذه المادة في صحيفة الحياة بسن تشريعات واضحة للكتاب يوضع من خلالها الخطوط الحمراء الذي لا يجب تجاوزها أنا أخشى أن الكتاب هنا يطالبون وضع خطوط حمراء حولهم يعني في هذه المطالبة الأخوة الزملاء يتحدثون يعني في متن المادة عن وجود حريات مختلفة من صحيفة إلى أخرى دليل على أن الحريات تأخذ ولا تعطى أن الحريات يمكن أن تكتسب ولا تعطى من جهة معينة أنت عندما تطالب مثلا وزارة الإعلام أو أي جهة أخرى بتحديد المحاذير التي يعني لا تتوقف عندها أعتقد أنها مطالبة غير صحيحة ما هو محذورة اليوم ربما يكون مسموح غدا يجب أن أنت كصحافة أن تحارب من أجل الحصول وأن تغامر أيضا وأن تتجرأ وتكتم مرة واثنين وثلاثة حتى تحصل على حقوقك وعلى حرية أوسع الحريات الحالية الموجودة جيدة وأعتقد أنه كل فترة نحصل على حرية أكبر لكن المطالبة بتشريعات واضحة أعتقد أنه قرار غير جيد وإن حدث فهو غير جيد أيضا جميلة ماجد طيب أخيرا في هذه المادة من منظور صحفي ما الذي يميز هذه المادة وما الذي كان ينقصها في رأيك؟ أعتقد أنه لو أخذ فيها مثلا رؤساء تحرير أكثر أشخاص يعتقدون مثلا أو يتعرضون إلى مساءلات معينة عند النشر هم رؤساء التحرير أو قد يكون رأيه أكثر دقة كتاب الرأي في السعودية مثلا هم أكثر جرأة من الصحافة أنت تعرف أنه أصيصا عندنا هنا ما في توازن بين كتاب الرأي والصحفيين كتاب الرأي أقوى ويفترض أن الصحفيين هم الأقوى كتاب الرأي أكثر تأثيرا الصحفيين أو الأقل تأثيرا يعني الموجود عندنا على أرض الواقع هو معكوس فمثلا لو أخذت رأي رؤساء تحرير تحدثوا عن المحاذير وعن اللوم هل يمنعون كثيرا من عدم نشر مواضيع؟ أعتقد أنه ستسمع لا جميل إذا فيه إضافة بشكل موجز عبدالرحمن طبعا أنا أختلف مع الأخ ماجد فيما يتعلق بأخذ رؤساء تحرير رؤساء تحرير مجاملين ويغلب على إجاباتهم اللي هي العلاقات الشخصية فأنا أعتقد أنه بالعكس جيد جدا أن نتأخذ رأي الكتاب هم حقيقة المعنيين وهم حقيقة الشخص أكثر على الأشخاص اللي ممكن يتكلم بحرية لكن رئيس التحرير ما أعتقده غير مناسب إذن مشاهد الكرام نغلق هذا الملف وننتقل إلى آخر من لفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة الوطن حيث كشفت مؤسسة بحثية عن أهم عشر قضايا طغت على تفكير الشباب على تفكير شباب العرب في عام 2016 وأوضحت صدى بيرسون في مسحها السنوية الثامن تحت عنوان داخل قلوب وعقول الشباب العرب 2016 الذي شمل 3500 مقابلة وجها لوجه استهدفت فئة الشباب من عمر 18 إلى 24 عاما وشملت 16 دولة توزعت بين دول الخليج العربي والأردن بالإضافة إلى العراق ولبنان وفلسطين واليمن والجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتورس مباشرة معك عبد الرحمن رأيك في هذه المادة التي ربما تكون من المواد الجديدة على صحافتنا والتي تتحدث عن القضايا التي تشغل الشباب العربي طبعا هذه مادة جدا مهمة وهذه زمة فضلت هي فعلا تشغل الشباب العربي وعلى فكرة هذه من أغلب أعفوا من أفضل المواد قراءة يعني القضايا التي تتعلق بالشاب أو الشابة العربية بشكل عام هذه من المواد حقيقة المقرؤة من المواد التي تحظى حقيقة بإعجابات من المواد التي تحظى بمتابعة حقيقة نشد انتباهي اللي هو فيما يتعلق بالخبر الخبر حقيقة في الصحيفة أعطي مساحة جدا ممتازة من الأشياء هذه حقيقة اللي بدأت تنتهجها عندنا الصحافة في الفترة الأخيرة اللي هي الـ Graphic الـ Graphic حقيقة الآن هذه من المواد من الأشكال حقيقة أو من العوامل المساعدة جدا في نشر الخبر الصحفي حاليا وأنا إذا كنت حقيقة أشيد فأنا أشيد حقيقة بأول صحيفة بدأت تعمل الـ Graphic بشكل احتراف لصحيفة مكة صحيفة مكة صحيفة مكة حقيقة متميزة بهذا الموضوع أيضا صحيفة الوطن جميل خلينا نروح مباشرة لضيق الوقت مع ماجد ماجد رأيك في هذه المادة المتميزة التي نشرتها صحيفة الوطن في معالجتها الصحفية كذلك المعالجة الفنية لهذه المادة كما قلت أنت المادة مميزة ومادة تم التعاطي معها بشكل جميل جدا وتحويلها إلى غرافات بشكل جميل وسهل جدا ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير جدا كل النقاط التي تناولتها كانت جذابة جدا ولافتة وبنود الدراسة أعتقد أنه فيها نقطة أخيرة جدا ودي أذكرها مرتبطة حتى ربما بالبرنامج طبعة المشاهد والإعلام وكذا اللي هي النقطة العاشرة بتتحدث عنه المزيد من الشباب العرب يحصلون على الأخبار اليومية عبر شبكة الأنترنت أكثر من التلفزيون أو وسائل الإعلام نعم المطبوع ذكرت الدراسة ونقلتها الصحيفة في أنه 32% يقرؤون الأخبار يوميا عن طريق الأنترنت و29% يشاهدون التلفزيون بشكل يومي و7% يقرؤون الصحف المطبوعة جميلة ماجد فأعتقد أنه يعني كانت جميلة جدا إخراجها كان جميل المحتوى كان أجمل جميل الإعلامي ماجد الكناني شكرا جزيلا لك كذلك الشكر موصول لك الإعلامي عبد الرحمن المرشل شكرا لتواجدك معنا تسلم سأشكر أنا حقيقة أشكر الزملاء في صحيفة الوطن على هذه المادة المتميزة دائما نعرف بأن الدراسات أو البحوط تكون ثقيلة على القارة صحيفة الوطن من خلال استخدام الإنفوغرافيك بسطت هذه المادة وقدمت مادة متميزة تهم الشباب أرجو قراءتها لا تفوتوا هذه المادة المتميزة الآن مشاهدين الكرام نترككم مع مجموعة من صور الكاريكاتير ثم نعود إليكم شكرا للمشاهدة نهاية في طبعة المشاهد غداً في نفس النوع لأن اللقاء بنتم في رعاية الله ممان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر